نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالك الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم قد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين التي أوضحت أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مؤكبة تطور التكنولوجي وذلك لمنع عمليات الغش في السوق المحلية وإحكام الرقابة على هذه الصناعة بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بايعها وتناقلها ما بين العملاء